العمرة عبادة عظيمة تمنح المسلم فرصة التقرب إلى الله وتجديد إيمانه كما تبعث في نفسه الطمأنينة والسكينة عندما يقرر المعتمر أداء العمرة من الميقات يعقد نية العمرة ويرتدي ملابس الإحرام بعد أن يختسل ويصلي ركعتين ويقول لبيك عمرة عند وصوله إلى مكة يبدأ المعتمر بالطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط يبدأ كل شوط منها عند الحجر الأسود ويدعو الله ويسبحه في كل شوط وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم ثم يشرب من ماء زمزمة وبعدها يتوجه المعتمر إلى السعي بين الصفا والمروى سبعة أشواط ثم يقوم المعتمر بالتحلل من الإحرام وهذا يتم من خلال حلق الشعر أو تقصيره وهكذا يكون قد أتم مناسك العمرة هذه الرحلة الرحانية تمنح المسلم شعورا بالسلام الداخلي وتزيد قربه من الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة